في خطوة تحدي ضد معارضيه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفية أكد أنه لن يعتذر عن مهمة إكمال الحكومة الجديدة وأنه سيقوم بتقديم برنامج حكومته إلى مجلس النواب اليوم السبت مع الطلب الرسمي يقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد موعد عقد جلسة منح الثقة إلى هذه اللحظة لم يحظى بمقبولية داخل البيت السياسي الشيعي خصوصا هناك زعامات أربعة أو خمسة رافضة لتمرير أو لتصويت على كابينة الوزارية والتالي لربما يكون هناك سيناريو آخر بتكليف شخصية أخرى وهذا يعني أن العراق سوف يستمر بهذا المعترك السياسي جاء ذلك بعد ساعات من مغادرة وفد إيراني يرأسه خليفة سليماني القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني وقد أكدت مصادر سياسية أنه باحث الأزمة السياسية في البلاد وطرح بدلاء جديدين لتشكيل الكابينة المقبلة يبدو أن الرجل يدرك جيدا بأنه قد يمرر داخل قبة البرلمان بالرغم من حملة المعارضة التي ترفعها وتقودها ضده بعض القوى داخل البرلمان العراقي هذه الأمور سوف تحسم خلال الأيام القائلة المقبلة مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لأزرف لتشكيل حكومته المقبلة ويأتي ذلك في وقت تتحدث مصادر سياسية على حوارات الزرفي الذي لا يزال يواصل اتصالاته ببعض القوى التي لم تعلن معارضتها له بشكل نهائي وكذلك ببعض النواب بشكل منفرد في وقت لا يزال الفريق الآخر المعارض للزرفي يواصل حراكه للبحث عن بديل على أمل انسحابه أو فشله في نيل ثقة البرلمان فرس دليم قناة الفلوجة بغداد